اشتركوا في القناة اضافة لبحث المستجدات في المنطقة كما اشهد جلالة الملك المفدى بالجهود المثمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خدمة البحرين وتعزيز نهضتها وتطوير عمل الحكومة في مختلف المجالات وحول ما يشهده العالم من تطورات اكد جلالة الملك المفدى ان مملكة البحرين اختارت السلام نهجا والحوار خيارا استراتيجيا وملتزمة بحسن الجوار والاحترام المتبادل والعلاقات المشتركة ومحاربة فكر التطرف والكراهية بما يحقق الامن والاستقرار والازدهار لصالح الشعوب وحل النزاعات بالطرق السلمية من خلال تركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لاحلال السلام الدائم والشامل من خلال الالتزام بمبادئ ميثاق الامم المتحدة ومقاصده التي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتمسك بالقيم الإنسانية والتسامح والتآخي والتعايش والتوصل لتسوية سلمية للأزمات في إطار تعزيز التعاون الدولي ترجمة نانسي قنقر